اشتركوا في القناة 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 وهي عمليات المياه البيضاء بالموجات الصوتية والفمتوكترك مع زرع العدسات اولا ايه هي المياه البيضاء لان دي بتلغبط ناس كتير جدا احنا اتكلمنا عن قرانية العين وقلنا ان هي جزء مهم جدا في الرؤية وربنا سبحانه وتعالى خليقها لها شفافية مطلقة لان هي لو كان بيعدي فيها دم ما كانش هيعقل ان حد يبقى شايف الشعيرات الدموية هي بتعدي قدامه فربنا سبحانه وتعالى خالق قرانية العين واختصها بقدرة عجيبة جدا انها تقدر تاخد الاكسوجين بتاعها مباشرة من طبقة الدموع وعشان كده بنهتم جدا ان طبقة الدموع دي تبقى موجودة يعني علاج جفاف العين مش بس بيحافظ على ان الواحد ما يحسش بحرقان ده بيحسن الرؤية عن طريق انه بيغز قرانية العين الجزء التاني في الرؤية هو عدسة العين وعدسة العين ربنا سبحانه وتعالى خليقها شبه حبة الترمس ليها غلاف وليها نواة في بعض الاحيان بيحصل ان الشفافية بتاعة عدسة العين دي تبدأ تتأثر فتعمل عتامة في عدسة العين وده اللي بيطلق عليه الكاتركت او المياه البيضاء يعني المياه البيضاء مش زي ما الناس فهمها دي حاجة بتبان في العين من بره لا دي سحابة القرانية هي اللي ممكن تعمل نقطة بيضاء على العين من بره لكن حضقة العين داخلها العدسة لو بدأ يظهر وراها عتامة لونها رماضي او ابيض هذا ما يطلق عليه المياه البيضاء بعد الناس بتطلق بط معتبرا ان المياه البيضاء يعني شخص عينه بالدمع او عنده مياه كتير هيجي يقول ببساطته الشديدة يا دكتور انا عيني فيها مياه المياه كتير خالص انا خايف يكون عندي مياه بيضاء يبقى احنا وضحنا ان المياه البيضاء هي اصابة عدسة العين التي في الاصل شفافة بعتامة تسمى الكاتركت او المياه البيضاء طب ايه اعراضها بيجي الشخص يبدأ يشعر بضعف تدريجي في الرؤية المياه البيضاء من ستر اللي انه هي ما بيجيش بفقد رؤية مباشر مرة واحد بتحصل تدريجيا فالشخص اللي عنده قوة ملاحظة او اللي بيقوم بفحص العين بصورة دورية او متكررة بيتم فحص قاع العين فهو احنا بنفحص بنلاقي بدأت تحصل عتامة كان زمان بيقولوا للمريض لا استنى لما المياه تستوي عشان نبدأ نعملك العملية ده كان بيحصل ليه لان احنا كنا زمان بتتم العملية عن طريق ازالة المياه البيضاء ما كانش بيتزرع عدسة فكان الشخص نظر وبيضعف بشكل كبير جدا وبيلبس نظارة سميكة جدا دلوقت اتطورت الامور بدرجة ان احنا بنعمل عملية المياه البيضاء بالموجات الصوتية من خلال فتحة تقريبا واحد وتمانية من عشرة ميلي قد سن الالم ده بدون جراحة خالص وبنحقن العدسة الليينة اللي بتتزرع جوه العين فبترجع تتفيرت جوه تقريبا من غير اي تغير في سطح القرانية فبنحصل على رؤية جيدة جدا وبنقدر نصلح النظر من خلال زرع العدسة زرع العدسة بيفدنا في حالتي في حالات المياه البيضاء لان احنا بنشيل عدسة العين الطبيعية ونزرع مكانها عدسة تانية تساوي في القوة ان الشخص يشوف من غير الاستعانة باي نضارة فكأن عمنا له عملية تصحيح ابصار الناس كمان اللي عندهم قصر نظر شديد جدا وما بينفعلهمش عملية الليزك نقدر نعمل لهم زرع العدسات وزرع العدسات بيتوقف على سن المريض يعني لو جالنا المريض بدري في العشرينات بنزرع له عدسة فوق عدسة العين لكن لو جيه بعد سن الخمسة وتلاتين بنشيل عدسة العين ونزرع له عدسة مكانها في عملية مشابهة لعملية المياه البيض في غالبية الناس العملية بتجرى ببنج سطحي او بنج موضعي من غير اي تغدير كل تقريبا ما بنحتاجهوش زي ما قلنا بتتعمل بالموجات الصوتية او الفيمتو كاتركت اللي هو الفيمتو ليزر بدون اي تدخل جراحي بنزرع عدسة ترجع الرؤية كويسة جدا معظم الناس بعد 24 ساعة تقريبا بيكون رجعت لهم الرؤية بشكل جيد جدا ويقدروا بعد يوم او يومين راحة في البيت يرجعوا لحياتهم الطبيعية في الغالب عملية المياه البيضة بتجرى كل عين على حدة يعني بنعمل العين الاولانية لو كانت مصابة ولو التانية فيها بنستنى بعد مثلا عدة ايام لما نتطمن على العين الاولانية ونزرع العدسة في العين التانية ويرجع الشخص لطبيعته خالص بعض الاسئلة هل يا دكتور انا لو عندي سكر ينفع اعمل عملية المياه البيضة او زرع العدسة ايوة لان الناس اللي عندهم سكر بيبقوا اصلا اكثر عرضة لحدوث المياه البيضاء بدر شوية لكن في بعض الاحيان بنتطمن على شبكية العين لو في مشكلة خاصة بارتشاح الشبكية او نزيف الشبكية نقدر كمان اثناء عملية المياه البيضة بعد زرع العدسة ان احنا نحقن الشبكية بمادة اسمها الانتي فيجف ودي بتقدي الى ان يحصل توقف للنزيف والارتشاح فكأن احنا علجنا مشاكل السكر وحسننا النظر وعالجنا المياه البيضة اشوفكم بعض الفاصل لما تفرح بيبان في عناك ولو زعل اول حاجة بتتأثر فيك العين اقل حاجة ممكن تأذيها علشان كده لازم نحافظ عليها ونرعيها مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك ايجي ليزك احدث وسائل علاج ضعف الابصار على مستوى العالم الليزك التفصيلي الليزك عالي الدقة الفينتو ليزك والفينتو سمايل السوبرا كور عمليات زرع العدسات وعلاج المياه البيضاء بالموجات الصوتية والفينتو ليزر احدث وادقة تقنيات لعلاج القرانية المخروطية وعلاج البلوكومة وارتفاع ضغط العين حقم الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضعفات مرضى السكر مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك ايجي ليزك مستقبل علاج ضعف الابصار الآن في مصر عرض خاص على عملية تصحيح الابصار الليزك لفترة محدودة